في قصة حصلت من يومين ثلاثة كده وانا محبتش اتكلم عنها غير لما اشوف يعني توصل اخيرها لايه خصوصا ان في بعض الناس تصيادوها تصيادوا القصة يعني وقعدوا يشتغلوا عليها وينفخوا في النار ويعملوا منها زي ان بيقولوا كده من الحبة اوبة وقعدوا يكبروا 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 فانا برضو استنيتها ما شوف برضو حيجيبوا اخيرهم يعني عايز اجيبوا اخيرهم عشان اشوف الدنيا راحة فين ودلوقتي كلام وهجوم على السوشيال ميديا وجمعيات بره سواء مصرية ولا غير مصرية حقوقية في استراليا وكندا عمل بلاغات ضد هذه السيدة انا بكلمكم عن وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلا مكرم نبيلا مكرم كانت في جولة خارجية وتحديدا كانت موجودة في كندا وكانت بتلتقي بالجاليات المصرية والمصريين المهاجرين هناك وفي احد هذه اللقاءات كان بتتكلم مع المصريين واللقاء مصور وبتقول كلام عن انه مصر مربوطة بولادها وولادها مربوطين بمصر طول الوقت مهما بعدت المسافات وان مصريين لبره حتى لو مهاجرين ومش نوين يرجعوا حتى بلدهم بيبقوا غيرين على بلدهم وبيبقوا بيبقوا بيبقوا لحد ما وصلت لي جملة معينة انا حابب ازعهالكو زي ما هي كده عشان تشوفوها انتوا معينيكو ونرجع نشوف الناس استخدموها ازاي وشنوا بيها هجوم ضاري وكأنها يعني غلطت فيه مش عايز اقول ايه يعني شوفوا الفيديو وتعاوا نرجع نتكلم بالعقل فيه كده علشاننا لان احنا معنا نشغل غلط واحدة مصر مصر اللي بتضمنا كلنا ومصر اللي بتقربنا كلنا مع بعض ومهما تقربنا ومهما روحنا ومهاجينا بتصدر البلد دي دخل كده في قلبنا وما نستحملش ولا كلمة عليها بره اي حد يقول كلمة بره على بلدنا يحصلوا ايه يتققع ادي القصة ببساطة شديدة دون تحريف ولا تأويل ولا تهويل ولا تصغير ولا تكبير ست بتقول احنا معندناش غير بلدنا بلد واحدة اللي احنا بنخاف عليها وبنحبها وغيرين عليها واي حد يقول كلمة وحشة على بلدنا يحصل له ايه فالمصريين المصريين اللي قاعدين الجالية من رجال الاعمال والمهاجرين المصريين اللي في كندا ردوا عليها وقالوا لها يتقطع فقالت لهم ايوة يتقطع هم الناس سابوا كل حاجة ومسكوا الحركة دي اللي هي بتاعت الحركة المشهورة اللي معناها يعني ان انا حموتك او حقطعك او حهزمك او حعمل كده وقال لك بقى دي عنصرية وده قمع وده استبداد وان ده تنكيل باي معارض وحطوا شوية الشعارات اللي موجودة في الكتاب صفحة 14 دي اللي علموا هلهم انا بعد صورة 11 في كيف تخرب بلدك عن طريق الديمقراطية والفوضى الخلاقة بتاعت الاخت الصمراء كوندوليزا رايص الله يمسيها بالخير بعد الفيديو ده قامت الدنيا وما اعادتش على نبيلة مكرم واتهمها البعض بيه زي ما قلتلكم كده بالقمع والاستبداد وابتدى الاخوان يشتغلوا على مواقع التواصل الاجتماعي ويسخنوا الناس عليها لدرجة ان فيجي مجموعة من الجمعيات المصرية وغير المصرية اللي بيسموا نفسهم حقوقيين وانتو عارفين يا كلمة حقوقيين دي بيجيب لي ارتكارية لانها طول الوقت هي الباب الخلفي لللعب السياسي اللي مش ريحت ومش نضيفها بعض الجمعيات دي قامت رفع بلغات ضد وزيرة الهجرة اتهموها فيها بقمع المعارضة وانه هي دي البلد اللي اي حد بيفتح فوقه فيها بيحصل له كده ويتقطع وكده وخلينا هنا نستخدم صوت العقل والمنطق علشان ما يبقاش احنا عايزين ندافع ولا نهاجم لانه انا مش من مصلحتي انا من مصلحتي ان انا دافع نبيلة مكرم او هاجم عليها احنا بنشوف الصحفين ونمشي وراء اولا اولا من حيث الشكل يمكن يمكن الحركة دي بالايد مش مناسبة مزبوط متفقين عشان بس ما يبقاش الكلام يؤول بشكل او باخر الحركة يمكن مش مناسبة يمكن الوزيرة نبيلة مكرم خنها التقدير في هذه الحركة رغم ان ده مش خطاب رسمي ولا بيان رسمي بتمثل فيه الحكومة المصرية دي قاعدة ودية مع رجال الاعمال وموثل الجاليات المصرية في كندا فالموضوع ودي فمن حيث الشكل من حيث الشكل يمكن اللفتة او اللقطة مش مناسبة خنها التقدير فيها بس في رأيي وظن المتواضع بس اما فكرة بقى انها تقصد وان ده تعبير عن كذا فانا في رأيي ده ترصد غير مقبول اولا لان لما قالت هي في الفيديو وانتو شفتوه لما قالت اي حد يقول كلمة وحشة على بلدنا يحصل فيه ايه مش هي اللي قالت يتقطع ان الحاضرين من المصريين هم اللي قالوا يتقطع يعني ده هي بتنقل الجملة وبتكرر الجملة اللي قالها المصريين اللي على فكرة كل واحد فينا بيقولها انا لما بسافر برة وبعود مع اي حد يقول لي بس اصل مصر اقول لهم بصوا واحنا في مصر مع بعض نعود ننتقد الاوضاع ننتقد المشاكل ننتقد بعض الحاجات تمام لكن لما بنطلع برة اي حد يقول كلمة وحشة على بلدي باكله بسناني باكله بسناني دي معناها ان انا حدب بسناني في رقابته فعلا ليه فامباير انا يعني مصاص الدماء لا بس باكله بسناني هو تعبير مجازي معناه ان انا مش هاسمح له انه يعمل ده تحت اي ظرف فكلمة يتقطع زي كلمة حاكله بسناني زي كلمة والله حوريك حوريك دي معناها ايه يعني هي معناها برضو ان انا لن اسمح لك بالتجاوز في حق بلدي فانا في رأيي ان المعنى احنا وانا من حيث الشكل مش الحركة كان ممكن يعني تستبدل بحركة تانية اكثر لياقة ولا باقة لكن من حيث المضمون انا متفق تماما مع اللقلته الوزيرة وانا على فكرة اللي بعمله هنا في برنامجي في كثير من الاحيان هو المعنى اللقلته الوزيرة انا هنا باكله اي حد بيقول كلمة وحش على بلدي مصر فيها اللي فيها احنا عايشين فيها وبنصلحها وبنطورها وحنوصل بيها للشكل اللي احنا بنحلم بيه بإذن الله لكن حد غريب ييجي يشتمني او يتقول علي او يتجاوز في حقي انا او شعب مصر اللي هم اهلي واخواتي او رئيس مصر او رمز مصر اللي هو العلم او عرضي لا انا باكله بسناني وبلساني وما بسيبوش هنا ويا ما شفت بقى لما اردوغان اتكلم على مصر ان عملت فيه ايه ولما امير تميم عمل مش عارف ايه ولما الاخوات بيعملوا اي حد ايا كان ما بيهمنيش اللي بيكلم كلمة عن مصر فيها تجاوز احنا لنا درع وسيف بنعرف نقطع بلسان كل ما ليه تجاوز